بسم الله الرحمن الرحيم أولاً أرحب بكم قناة سامرة لزيارتكم إلى دارة الشركة العامة لتصنيع الحبوب فرع صلاح الدين أولاً نقول لكم الشركة العامة لتصنيع الحبوب هي شركة تمويل ذاتي اعتمادها على مبدأ النخالة مبيعات النخالة ومبيعات الطحيل الوكلة كانت تأخذ 13% من كل المطاحن من النخالة تبيعها تصبح ذواردات وزارة المالية أخذت هذه 13% فصبحت شركة العامة لتصنيع الحبوب شركة تقريباً خاسرة أوجدت بداء هذه النخالة عندما مطاحن متوقفة عن العمل التي هي اثنين بالبياجي الوفاء والواحة والمطحن الصلاح الدين الحكومية انضربت أثناء العملية العسكرية فتوقفت عن العمل أعلنت حبوبها بيع زاداً حبوب النازحين فهذه الكميات مال الحبوب والمطاحن والنازحين تسوي تعادل نص حبوب المحافظة يعني تقريباً حبوب المحافظة 14.000 طن نصها 7.000 طن تعلن عروض فهذه العروض هلها شروط مثل تقدم 30.000 ديار على كل طن نقل حنط على حسابك نقل طحين على حسابك على حساب المطحن يعني قصدي مطاحن صلاح الدين قالوا هذي ما تصرفنه فعلنوناها على كل العلاق مطاحن كاركوب قالوا احنا تصرفنه وبدوا ينقلون حتى يتيجي واردات هذه للشركة هم يقلون طحين على حسابهم بسرعة الشركة نعم أستاذ يعني هل محافظة ستعادل عمل بيها المطاحن نحن نعم فاتحنا دي المحافظة ومجل المجلس المحافظة وصندوق عادية أمار المتاقل بتضرر فاتحناهم وان شاء الله أبدوا استعدادهم وقالوا إن شاء الله ما تجينا مبالغ أو إن شاء الله نحن نضيف هذه المطاحن على العروض إن شاء الله يعني برأيك اليوم بيها مفائدة أيضا للمحافظة ومن المحافظة على تفتاح المطاحن اليوم طبعا هذه المطاحن الحكومية هي جهز 25% من المحافظة يعني هذا لو كانت المطاحن الحكومية تشتول ما كان هذا السبب النقص والتي تحول للكالكوك لكي كل حولناها المطاحن الصلاح الدين الحكومية زكي محمود فحل مدير تصنيع الحكم في محافظة صلاح الدين